في الحقيقة يعني مشكورة اليونسييفة والأمم المتحدة على الإلغاء ولكن هو سؤال بريء للأمم المتحدة في السنوات السابقة اللي كانت تحتفل باليوم العالمي للطفولة هل كان الطفل ما أخذ حقوقه في العراق؟ يعني منذ التسعينات هذا قرار متأخر تتمني أن يلغي من زمان برأيك؟ منذ التسعينات وليحد هذا اليوم ونحن نعاني يعني في التسعينات كان عندنا حوالي بسبب الحصار مليون طفل توفوا بسبب نقص الغذاء والدواء وبإشراف الأمم المتحدة دخول قوات الأمريكية للعراق خلفنا آلاف من الأطفال اللي توفوا آلاف تنظيم القاعدة جند آلاف من الأطفال بعلم الأمم المتحدة داعش أنطاني أكثر من مليون ونص طفل نازح إضافة إلى آلاف الأطفال اللي جندوا ولم قتلوا وكانت الأمم المتحدة تحتفل فأنا أشوفها غريبة أشوف الغاء بها الفترة غريبة؟ يعني هي المفروض إذا هي كانت كلش مهتمة لأطفال العراق فكان المفروض أنها تسعى منذ عشرات السنين من قبل 2003 لإلغاءها